العرب قبل الإسلام كان الرجل إذا اتهم آخر بعرضه سفكة الدماء وقامت الحروب أنت معي أنت معي تصور النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القائل ابن أبي يعلم هو الذي تولى هذه القضية وعظمها في عيون الناس وفي آذان الناس تصور معي العرب كان الرجل إذا وقع في عرض زوجة أخي أو زوجة أحد قامت الحروف وخرجت السيوف من أغمادها كيف وقد وقعوا بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج سيفا من غمده إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يستفزوك وما استطاعوا فصلوات ربي وسلامه عليه إيه والله أرادوا أن يستفزوه وما استطاعوا تكلموا في عرضه أصبحت مجالس المدينة لا تتكلم إلا في عرض عائشة ليستفزوا محمد صلى الله عليه وسلم وما خرج سيفا من غمده وما سفك دماء بل صمط عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يستفزوه بأغلى نسائه وما استطاعوا وما استطاعوا وجاءت رحمة ربه فبرأت عائش رضي الله تعالى عنها انظر إلى أين وصلوا وما استطاعوا أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يستفزوه أخرجوه من مكة ليستفزوه وما استطاعوا أرادوا قتله ليستفزوه ويستفزو قومه ويؤذوه وما استطاعوا هموا أن يلقوه عن الناقة وهموا بما لم ينالوا وما استطاعوا كل المحاولات باءت بالفشل وصل بهم الأمر أن يبنوا مسجد ليجتمع به المنافقون عن طريق الراهب أبي عامر والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يستفزوه وضعوا له السم حتى يأكل ويموت وما استطاعوا أن يستفزوه ذهبوا للسحر وسحروا محمد هذا إن ثبت سواء مع أم ضد وما استطاعوا أن يستفزوه وما استطاعوا أن يستفزوه كل هذا الأمور وما استطاعوا أن يستفزو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الحق لا يحتاج لسوء الأخلاق وأنه لا يصح إلا الصحيح وأن الزمن كفيل بإظهار الحق المبين ولو بعد حين عندنا الآن يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يلتفتون الناس ويصرخون انظروا هذه هي أخلاقه متى سنصل لمرحلة طالما أنك على الحق التزم بأخلاق الحق والتزم بما أمرك به الله سبحانه وتعالى دينك لا يحتاج لا إلى عوجاج ولا للسوء أدب علمتم أيها السادة أصلا الله عز وجل يوفقني وإياكم ومرحبا بكم في برنامجكم من رحلق الإيمان ترجمة نانسي قنقر